النظام الحاكم في البحرين النظام الحاكم في البحرين يسعى لتعزيز قدراته العسكرية التي لم يستخدمها يوما إلا في قمع البحرانيين أو في الحرب العدوانية التي تشنها السعودية على الشعب اليمني والمتواصلة منذ أكثر من عامين نظام يعاني من أزمة اقتصادية خانقة إثر انخفاض أسعار النفط العالمية وتفشي الفساد المالي بين أركان عائلة آل خليفة الحاكمة التي تهيمن على مقدرات البلاد السياسية والاقتصادية وفوق كل ذلك هو ازدياد حجم انفاقه العسكري إذ كشفت تقارير دولية عن انفاق النظام لقرابة المليار والنصف مليار دولار على عقود التسلح خلال العام الماضي بالرغم من عز الموازنة في ذلك العام لكن هو برغم ذلك يسعى لإتمام صفقة بقيمة خمس مليار دولار لشراء طائرات أمريكية مقاتلة من طراز F-16 صفقة اشترطت الإدارة الأمريكية السابقة تمريرها بتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البحرين عبر اتخاذ عدة إجراءات ومنها إطلاق سراح الحقوقي البحراني البارز نبي الرجب غير أن الإدارة الحالية تبدو ماضية في إتمام الصفقة متجاهلة لشروط إدارة أوباما في وقت يعاني فيه رجب من متاعب صحية منعته من حضور جلستي محاكمته الأخيرتين كل واحد راح تسمعوني يطلع من السجن راح يتكلم بنفس اللغة السجن سنتين ثلاث مؤبد سوف لن يغير من مواقفنا نحن متجهين توجه أمريكي يطلق يد الأنظمة الحاكمة في السعودية والبحرين لتجديد قبضتها الأمنية في قمع المواطنين وأما حقوق الإنسان فلم يعد لها مكان في قاموس الكاوبوي الأمريكي الجديد ترجمة نانسي قنقر